الفرق بين الراجل والست بعد الانفصال يعني النهاردة حصل انفصال بين واحد و واحدة الست بتمر بايه والراجل بيمر بايه مراحل الانفصال عند الراجل والمرأة طيب الاتنين عكس بعض تماما يعني الراجل بيمر بثلاث مراحل اول مرحلة هي مرحلة الغيبوبة وخاصة لو الراجل اللي واخد القرار ان يمشي بيدخل في مرحلة اسمها الغيبوبة اللي هو مش مركز اصلا مش فارق معاه اصلا هو ساب مين عشان ايه اللي وقع منه اللي هينقص في حياته مش فرق معاه خالص مرحلة الغيبوبة دي بتقعد قد ايه على حسب مدة العلاقة قد ايه وعلى حسب هي تقعد تجري وراء قد ايه يعني لو فضلت تجري وراء تلات سنين هيفضل في الغيبوبة تلات سنين في حد بيجري وراي وانا بجري منه خلاص مش فرق معايا هو مين ده بحبه او لا مش فرقة فدي اول مرحلة بعد مرحلة الغيبوبة بيبدأ بقى فوق هو فين فلانة راحت فين ايه ده فهما الجو ده فالله هو ايه طب هدخل ارائب من اجل الفضول فقط وانا برائبها شفتها بنفس النظرة اللي شفتها بيها قبل ما ادخل حياتها واحدة زي الامر ونفسيتها حلوة فل شمعة منوارة كده هدخل على المرحلة الثالثة وهي الرجوع هاي بالظبط ازايك بالظبط فهي تجري بقى على طول زي الهابلة اسمعيني بقى قولت كل ده خلني بقى ده دي مراحل الراجل مراحل للبنت اول ما بتتساب قمة 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 انهيارها بعد كده تبدأ تتقبل فكرة هو ازاي ادر يسيبني ازاي ادر يبعد عني ازاي ادر ازاي ادر دي بتاخد فترة 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 يعني حسب ايه بتشتغل على التعافي بسرعة ولا المهم بعد ما تطلع ازاي ادر دي تبدأ تتقبل الوضع خلاص هو ميشي تالت مرحلة لو هو فضل مجاش لسه بقى عدى المراقبة ومجاش بتدخل بعد كده في مرحلة انا مش طيق اشوفه صدفة فهمتي؟ هلتين بيبقوا عكس بعض لو المدة الانفصال طولت كنا دايما عكس بعض على رأي عمر دي بالحديث ده شجون والوحد مش عايز يعني يقفل الحديث ده ولكن وقت الحلقة انتهت ترجمة نانسي قنقر